اشتركوا في القناة هادموية عملية اغتيال الناشطة والمتظاهرة ام عباس في مدينة الناصرية والتي افرد موقع ميدل است اي تقريرا مفصلا عن هذه الحادثة لاهميتها ودلالتها الرمزية على استمرار القمع الحكومي يقول موقع ميدل است اي ان مسلحين ملثمين حطموا الباب الامامي لمنزل الضحية قبل اطلاق النار على ابنها الاكبر عباس ثم لحقوا بها داخل المنزل واطلقوا عليها خمسة اعيرات نارية وبعد ذلك اطلقوا النار على ابنها الثاني اثناء مغادرتهم ساحة الجريمة موقع ميدل است اي يصف العملية بانها محاولة لردع المتظاهرين عن المشاركة في التظاهرات ودفع المؤثرين في الحراك الى التراجع ام عباس عرفت بتقديمها الطعام للمتظاهرين رغم فقرها كما انها رددت هتافات ثورية في ساحة الحبوب وقبل ايام قليلة من وفاتها دعت لاستئناف التظاهرات وكسر حضر التجوال فهي المرأة الوطنية والمؤثرة المستعدة لتقديم التضحيات من اجل انجاح الثورة ويعد اغتيالها حدثا اسود في ايام الثورة انضمت ام عباس الى قافلة الشهداء التي تضم الاف الابرياء المضحين بدمائهم لاجل انقاذ العراق من اكبر ادارة سياسية فاشلة ومستبدة عرفها تاريخ العراق الحديث